بسم الله الرحمن الرحيم الوثيقة الدستورية المطلبات بتاعته ومراحل الانتقال في السودان كان انه اطلقت وزارة العدلة السودانية دعوة للجميع لانه يناقش ويبدي ملاحظات في مشاريع القوانين وهي مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد 2020 ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2020 ومشروع قانون مفوضية السلامة 2021 يوم الأحد ناقشنا مشروع قانون مفوضية الفساد مكافحة الفساد وموجود الرابط والتسجيل في قناة الباحثين السودان على اليوتيوب وكذلك على القناة في الفيسبوك المجموعة في الفيسبوك وبالأمس ناقشنا مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية وبرضو التسجيل موجود واليوم ان شاء الله هنناقش مشروع قانون مفوضية السلامة للعام 2021 شرفنا ويسعدنا طبعا معانا الأساز الكرام في البداية برضو ندي فكرة عن ما هي مجموعة الباحثين السودانيين لأنه في ناس يعني مجموعة فيها أكثر من سبعمائة ألف نفر لكن واضح إنه في ناس لحد أسدي ما بيعرفوا هي جون فمن حقهم ومن حقنا نوريهم ما هي المجموعة مجموعة الباحثين السودانيين هي مجموعة علمية بحثية مؤسسة سودانية علمية بحثية فوعية غير حكومية وغير ربحية تحديث لخلق منصة مشتركة يتفاعل بالتعلمين والباحثين السودانيين لتأسيس ودفع زخم البحثة والتعليم في السودان والآن الدور البنجومبيو هنا ده نوع من المواطنة الفعالة إننا لو في أي حاجة يعني ممكن نساهم فيها عبر الخبراء والباحثين والمهنيين الممارسين من أعظام مجموعة الباحثين السودانيين بنطرح للنقاش وبندي فيدباك للجهات المسؤولة البرامج وأنشطة الباحثين السودانيين كثيرة أكثر من 33 مشروع مختلف منهم آخر المشروع فيهم اللي هو تقرير حالة البحث العلي في السودان مشغال عليه الدكتور سلمة سلطيك وكثير جدا من البرامج المختلفة ممكن الناس تزور موقع المجموعة على الإنترنت وتعرف وكذلك المجموعة في الفيسبوك اللي هي حتة وفيها نقاشات كثيرة وعدد العضاء بتاعه نعتبر 700 ألف عضو كما تفضلنا فهنمشي بين نفس التسلسل وبين نفس الطريقة اللي بنمشي بها كل مرة نحن نجيب مشروع القانون نفسه من موقع وزارة العدل بنطلع عليه وبناخد رأي الخبراء والزملاء والزميلات فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب ده المشروع بتاع القانون وهو موجود في موقع وزارة العدل وبالمناسبة برضو ننوث ان الليلة وسطتنا يعني رسالة تفيد باستلام الملاحظات السابقة التي عطيناها في مشاريع القوانين من المستاذة إيمان مكي وهي المسؤولة من التواصل في وزارة العدل السودانية ومشكورها على اجتهاده والتواصل بتاعه فده مشروع قانون ووضية السلام لسنة 2021 بسم الله الرحمن الرحيم عملا بحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلساء السيادة والمزارة في اثنان مشترك ووقع من السيادة القانون الآتي نص الفصل الأول احكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به واحد يسمى هذا القانون قانون مبوضية السلام لسنة 2021 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه تفسير اثنين في هذا القانون ما لم يقتضر سياق معنى آخر الأمان العامة يقصد بها الأمان العامة المفوضية المشكلة لموجب المادة 13 الأمين العام يقصد بها أمين عامة المفوضية المعين بموجب المادة 13 اثنين رئيس المفوضية يقصد بها رئيس المفوضية المنصوص عليه في احكام المادة 8 المفوضية يقصد بها مفوضية السلام المنشأة بموجب احكام المادة 4 مبادئ عامة 3 عند تطبيق أحكام هذا القانون يجب مراعاة المبادئ الآتية العمل على تنفيذ اتفاقات السلام نصاً وروحاً والعمل على نشرها في أوصع النطاق ممكن التأكيد على همية بناء سلام مستدام يحقق الأمن والاستقرار ويعزز من فرص التعايش السلمي بين مكونات المجتمعية المختلفة ضرورة خلق بيئة صالحة ومناخ معافة لمعالجة أسباب الصراع وإفرازاته بال الإقرار بأن السلام الشامل المستدام يساعد في الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي السليم ويساهم في بناء الدولة السودانية على أساس من الحرية والعدالة والمواطنة دون تمييز ها الإقرار بأن المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة في آليات تنفيذ اتفاقات السلام هي المدخل السليم لبناء السلام وديمومته وضمان نشره وتمليكه للمستفيدين وفق اتفاقات السلام واو التأكيد على أهمية الاستعانة بالخبراء والمتبصي في مجال تحليل وفضل نساعات لنشفة ثقافة السلام زين التأكيد على أهمية اتهيئة الظروف الأمنية المناسبة للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية حق أهمية صياغة إطاري يتيح لجميع القوة السياسية منظمات المجتمع المدني القيام بدوري فعال في أتشاطة بناء السلام التأكيد على أن مشاركة النساء في كافة المراحل العملية السلمية ذات أهمية قصوى تسهم في تعزيز قيام السلام هي التأكيد على أن تؤدي المفوضية مهامها بصورة شفافة وأن تضمن مشاركة كل الأطراف في أنشطتها وبصورة تماشى مع اتفاقات السلام كافة التأكيد على همية الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي في السودان وإدارته هذا كان الفصل الأول ممكن نأخذ مداخلات وملاحظاتكم على الفصل الأول حتى الآن تفضلوا سيدة بكر تفضلوا والله شكرا جزيلا والتحية للإخوة المشاركين والإخوات المشاركات في هذه الندوة وللأهل في السودان بصفة عامة أنا حقيقة يعني دائما مشكلتي في أنه يعني الاتفاق حول المفاهيم للموضوع الناس بناقش فيه وكده يعني فهنا يعني المسألة في النقاط بعدين مستقبل نتكلم فيه لكن نمسك مثلا النقطة ثلاثة ألف فقط إنه العمل لا تنفيذ اتفاقات السلام نصا وروحا والعمل لا نشرها في أوسى نتاق ممكن خلينا أنه يتعارد في النقاط الجاية المستقبل إنه هل السؤال الموجه هنا واضح إنه هل مفوضية السلام ده هي الموكل له بعملية تنفيذ الاتفاقيات ولا في جهات أخرى تانية خاشة معه في الهتر فدي لازم يكون واضح نمبر اثنين النقطة التانية برضو المسألة بتاعة في الدال الإقرار بأن السلام الشامل المستدامد ده كل كلام جيد النقطة الأخيرة بس على أساس من الحرية هو المواطنة دون التميذ التميذ يعني التميذ في ياتو ناحية من النواحي لأنه حقو هنا يكون واضح أيزر تقول إنه دون التميذ من أي نوع من أنواع التميذ أو التحدد هو واضح يعني بشكل واضح إنه مثلا التميذ ضد المرأة مثلا ولا التميذ المناطقي ولا التميذ الإسني ولا كده ده لازم هناك ولا تقول يعني دون التميذ لكل أنواع يعني التميذ وكده يعني أو مواضيع التميذ وكده وكده نتكلم بعدين كثير في حاجات أخرى في نقاط أخرى تانية ممتاز جدا جدا لو في أي واحد من الزوملة والزميلات هنا موجود معنا تفضلي أرسالة ماجدا السلام عليكم شكرا لكم السلام ورحمة الله بالخير على النشطة يعني بصراحة ممتازة وجيدة والتفاعل معاها متمني يكون في تسجيل وينزل في الصفحة لأنه أنا محضرت مكافحة الفساد وكدت متمني أعرف الرأي لأنه مبارحة قلنا إنه كلهم مترابطين مع بعض الفساد والسلام والعدالة الانتقالية ده بس مقترح بالنسبة للمفاوضية أنا ما قادرة أخذ بمعزل بتاع البروسيس بتاع عملية السلام كلها اللي هي بدت بيعني أول حاجة الفهم في الوثيقة كان إنه عملية السلام تكون من ضمن يعني مهام مجلس الوزراء الحصل إنه تشكل مجلس أعلى للسلام والملف كله كان مسؤول منه لمجلس السيادة وبالتحديد المكون العسكري في مجلس السيادة ده التحفظ الأول إنعكس على الاتفاقية يمكن لكن ما حنتخل لأنه الاتفاقية خلاص توقعت وحصل عليها قبور الشيء جاي إنه المفاوضية كل الكلام عن تنفيذ الاتفاقية تنفيذ الاتفاقية ووفق أنشطة أنشطة كانت بتقوم بها يعني إحنا عندنا اتفاقيات سلام سابقة اتعملت وآخيرا الـ CBA واتفاقيات الدوحة وغيرها الأوارنس والمشيء كده كانت من المهام المجتمع المدني دائما دائما كانت من المهام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأي زول مهتم فشنو الضرورة دعت إنه يكون في مفاوضية للسلام هي اللي تقوم يعني يكون من مهام نشر الاتفاقية دي حاجة الحاجة الثانية إنه المفاوضية هتجي في النقاط الثانية ماذا يراستبغ إنه لكن أنا كنت واحدة من الناس الضبطة أنا أنا لو في أي نقاط يعني هتشكر لاحقاً بس الفلسفة العامة يعني بتاعة إنشاء مفاوضية للسلام داخل فيها إنه أنا كنت من الناس الممسدين تجمع قول مدنية في الوثيقة الدستورية فكان فيه إسرار كبير جداً من المكون العسكري الوقت داك ما كان مجل السيادة إنه أربع مفاوضيات يكونوا مسؤولية مجلس السيادة منها مفاوضية السلام الآن بتضح لي لماذا هذا الإسرار من الاختطاف لعملية السلام في البنود الجاي حنشوف إنه كل التكوين يعني ما هي مستقلة التكوين والمراجعة وكله بكون مجلس السيادة مجلس السيادة التحفظ عليه إنه مقوناً مدني مدى رجول نايم لكن المكون العسكري هم ناشط بيأخذ الملفات فده تحفظ على الفلسفة العامة شكراً شكراً جزيلاً لأستاذة ماجداً وإحنا سعيدين جداً بكل المعلومات التي أوردتها هنمشى نحن في قراءة باقي مشروع القانون وبعد ذلك كله في كل فقرة أو في كل فصل أو فصلين وهو ما طويل بتاع فوضية السلام هنأخذ من الناس انبوت على أساس أن الكون دي ملاحظة طيب الفصل يتهينا من الفصل الأول الفصل الثاني المفاوضية إنشاء المفاوضية ومقرة ومسؤولياتها وبرضو يا أخوان نحن قاعدين نقرأ الكلام ده بصورة كاملة لأنه عندنا زملائنا وزميلاتنا من ذوي الاحتيايات الخاصة هما أعضاء في ميونة الباحثين السودانيين فخاتتين في باننا إنهم ممكن يسمعوا اللقادة وما عندهم طريقة يقروهو لأنه نقول التكنولوجي هنا ما فريندلي بالنسبة لهم لو كان الملف موجود شكل PDF إنشاء المفاوضية ومقرها ومسؤولياتها أربعة واحد تنشأ مفاوضية مستقلة تسمى مفاوضية السلام وتكون لها شخصية اعتبارية وقاتم عام والحق في التقاضي باسمها اثنين يكون المقر الرئيسي المفاوضية في ولاية الخرقوم ويكون لها الحق في إنشاء فروع أو مكاتف في أي من الولايات أو الأقالب ما تقتضت ضروري لذلك ثلاثة يكون المفاوضية مسؤولة عن أداء أعمالها أمام مجلس السيادة أهداف المفاوضية خمسة تهدف المفاوضية التحقيق الآتي تنفيذ بنود اتفاقات السلام من خلال آليات المنصوصة عليها في الاتفاقات وبالتنسيق مع الجهاز والصلا متابعة إنشاء الآليات التي نص عليها في اتفاقات السلام جيم التبشير باتفاقات السلام وتمليكها للشعب دال تحقيق السلام الاجتماعي بين مكونات المجتمع على المستوى القومي تشكيل المفاوضية مدتها ستة تشكل المفاوضية بقرار مجلس السيادة بتشاور مع مجلس الوزراء وإشراك أطراف العملية السلمية من رئيس متفرق وعدد من الأعضاء متفرق وعدد من الأعضاء يمثلون للجهات الآتية ألف رؤساء لآليات الواردة في اتفاقات السلام با ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جيم ممثل وزارة الحكم الاتحادي دال منسق الترتيبات الأمنية في الاتفاقات ها مستشار رئيس الوزراء لشمول السلام اتنين تكون مدة عضوية رئيس المفاوضية وأعضايا خمسة سنوات اختصاصات المفاوضية وسلطاتها سبعة تكون للمفاوضية اختصاصات السلطات الآتية ألف متابعة تنفيذ البنود والأحكام الواردة في اتفاقات السلام وفق الجداول والآجالة الزمنية الواردة في منصوفة التنفيذ با تنسيق الجهود والتواصل والتعاون مع كافة جهازها تصل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لأغراض بناء السلام واستثامته جيم الإشراف ومتابعة أعمال وأنشطة آليات التنفيذ الواردة في اتفاقات السلام والتي تقع تحت سلطاتها وتقديم الدعم الفني والإداري لها للقيام بمهام الموكلة إليه دال وضع السياسات والقطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المفاوضية وتنسيق الجهود بين آليات التنفيذ المختلفة ها العمل بالتنسيق مع اللين الوطنية العليا لمتابعة التنفيذ والليان العليا المشتركة للمسارات وبقية الجهات ذات الصلة لأغراض تنفيذ الاتفاقات ورفع تقارير دورية لهذه الجهات واو تلقي الشكاوي بشأن الاختصاصات المتعلقة بأعمال ومهام عمل آليات التنفيذ زين استقطاب الدعم المادي بين المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين وبقى خطة تنفيذ اتفاقات السلام حق تقديم توصيات إلى أجهزة الدولة على جميع المستويات لتسهيل تنفيذ أحكام اتفاقات السلام طا تقديم الاستشارات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بقضايا السلام للسلطات والمؤسسات ذات الصلة يا اعداد البهوث والدراسات الخاصة بالسلام وتحليل وفضل النزاعات كاف اعداد برامج بناء القدرات وفق احتياجات المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات لم تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لتنفيذ القطط والبرامج والسعي لتوفيرها ميم التنسيق مع الشركات الدوليين والمنظمات غير الحكمية العالمية والأقليمية والمحلية لإعداد استراتيجي لتنفيذ اتفاقات السلام وإعداد الخطط والبرامج للتنفيذ وإيجازتها من مجلس السيادة نون متابعة تنفيذ برامج ومشروعات السلام بيدانيا ورصد الآثار المتركبة عليها سين جمع المعلومات المرتبطة بمهامها وحظها ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقع بواسطها عين إعداد موازنتها السنوية لإعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة فإعداد هيكلها التنظيمي والوظيفي بإشراك أطراف العملية السلمية ورفعه لجهات الاختصاص بإجازته صاد إصدار لايحة داخلية لتنظيم أعمالها واتماعاتها اختصاصات رئيس المفوضية يكون رئيس المفوضية هو نعم أفوان أفوان دكتور نقيف هنا أحقوا كده يعني بيتوقف عليكم لكن لا تمام تمام ممكن نقيف هنا دون يراجعين نبدأ من المفوضية ندار ندار كثيرة تمام بتفضل تفضل لأستاذ أببكر أبو البشر أخوان الكاتب أستاذ أببكر أنتم كتابين وناقشوا معنا كان في ميدان الاحتصام في مصابة البحثين السودانيين عن المصارحة المجتمعية والعدالة الانتقالية هو كاتب يعني مجيد تفضل لأستاذ أببكر أنا زي ما قلت قلت لأي أنه جبالك أنه الإشكالية أنه في ضبابية في التشكيل خاصة المفوضية وقبل شوية أخذ مجدى قالت أنه يعني المجلس الأسكري أول أنا كانوا مصررين أنه يكون فيهلاً هم يعني المفوضية يكون تابعة لهم ده طبعاً حية ده جهات تنفيذية فما ممكن عندو إنو جهات تنفيذية ده تقوم تدها ل مجلس السيادة اللي هم أساساً ما عندهم السلطة بتاعت التنفيذ ده من ناحية ناحية فكل والمفوضيات ده طبعاً زي ما بقولوا يعني هي بصفة عامة محدودة الزمن يعني يعني مفوضية السلام ده لو تم المسألة بتاعت السلام بالشكلها المطلوب وكل شي المفوضية ده تتحل طوال بعد ذلك يبدأ الدولة العادية الأول الجهاز التنفيذي والتشريع والتنفيذي يواصلوا في تنفيذ الأول يعني البرامج العادي لحفظ السلام وكذا واناك فهنا يعني تشكيلاً مفوضية إنو كونوا مجلس السيادة هما يكونوا هما اللي هم الأبر سي ده حكاية يعني واحد بشنفيوا راهية إنا يعني أو راهية بتاعت إنو المجلس السكري قاصد المسألة ده وكانو يعني لانو هما أصلاً شركاء فيما يخص بالصراعات المسلح هما ما شركاء أساساً في الناس الشباب شعلين الصلاة versus الحكومة أو بممثلة في الجيش وكذا فلا ممكن يكونوا هما ذات جزء من التنفيذ للمسألة ده النقطة نقطة تانية قبلها اللي هو في الأهداف المفوضية في باء نمر 5 باء يقول متعبة إنشاء الأهليات التي نص عليها في اتفاقيات السلام هنا بيجي السؤال هل بيخصروا كل الاتفاقيات السابقة والجاية برضو ولا مقصود فقط الاتفاقيات اتفاقية بتاعت السلام جوبا لأنه إذا كان مقصود كل الاتفاقيات السابقة ما فيه اتفاقية بتاعت مثلا المناطق جنوب كوردفان ويجنوب نيل الأزرق الجزء من السي بي حتى ولو تمت في أيام البشير لكن لحد حسن ما ننفذ حل المفوضية هتنشط في تنفيذ هذه الاتفاقية اللي هو اسمها الاتفاقيات المناطق اللي هما أبيي والنيل المناطق الثلاثة المناطق الثلاثة ايوه نعم بيشمل هنا ولا لا في كلامهم فلازم يكون هما جوا كيلير انه يوضح بالضبط هما بيقصروا شنو به هذي في الوثيقة دا قصدين شنو بالاتفاقية في نغاة تانية قردوا هنا يست ودا افتكر قالته خد ماجد يمكن تقول تاني بصورة عوسعة شوية اللي هو في سبعة اللي هو العمل بالتنسيق مع الجهاد الجهاد يعني دا دا برضو يعني اللجنة العليا وكرا انت عامل عامل اصل المفووذية ايش ما نتاعني لجنة عليا لجنة عليا دي واحدة من المفووذيات اللي يفترض انه الحنائي بتاعتها الدعم المالي متاتر مفروض تكون من الحكومة السريعية لانك انت اذا قاعد تستقطب مال من جهات اخرى ان احنا في السودان والعالم التالت بصفة عامة ما في الشفافية بمعنى اخر انت بتفتح البهب لزولة البدعمك في انه يعني تكون تقدر فيفر يعني مثال الآن في المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش والأمن وكذا دي ممكن يدعمك كثير جدا ممكن يدعمك بسخاء خالف لكن لهم مقابل بالنسبة للحنا فمسألة زيدي الآن انا افتكر انه يجب ان يكون واضح بالضبط او يعني انه انت المالية بتاعة المفوضية ده يكون جاية من وين وشروط ويكون واضح بكر افتكر دي النقاطة اللي كنت حبيتها ثيره ونخلي الفرصة انه في كثير من الاخوات والاخوان انهم برضو مداخلات تانية كثيرة شكرا جزيلا شكرا شكرا استاذ بكر طيب يا استاذ ماجد انا دار عارف شنو ممكن يكون الهيدن اجند لانه المكون العسكري المجلس العسكري كان دائر يكون هو موضوع السلام عنده ويكون هو القاضي والجلات في نفس الوقت هل هتكون في مساومات مسألة سياسية افلات من عقوبة رشاوي استقطاع جهات لصالح جهات وفي النهاية السلام ما يتحقق بالصورة المطلوة شنو الحياة الممكن نفكر فيها شكرا باش نفكر انا سيد ماجد اهلا بك المسألة كانت اربع مفوضيات اللي هي اكتر مفوضيات مش حساسة تتحكم في الانتقال وبتسهل عملية الانتقال من ضمنها مفوضية السلام اللي هي مفوضية الحدود ونحن عارفين المشاكل الحدودية وكده وقصة الرؤية بتاعت العسكرة في قصة الحدود حتى مع الجنوب ولسه عندنا حسرة النحاس وعندنا يعني ملف في الحدود عموما وارتباطه بالمساحة واخر ايام زي امتداد كده اخر ايام البشيرة المساحة تبعت للقوات المسلحة وهي المساحة الحدود والمفوضية تحت الحدود ما اتغيرت دي رؤية هل المساحة الان في تابعة لوزارة الدفاع ايوه ايوه يعني الواضح انه الفترة من سقوط البشير من 11 ابريل لحد الفترة بتاعت التشكيل الانتقالية اعتقد انه الفترة تلك كمية بتاعت مؤسسات تبعت يعني الاتصالات تبعت المجلس العسكري يعني انتهى بشتالي حتة انا دايما بتكلم فيها في المنابر ولحد يوم 3 اغسطس نحنا كنا على تواصل انا محضرت الاجتماعين الاخيرات التموا في قاعدة الصداقة قبل التوقيع كنا بنرسل الرسائل للجنة الفنية وللمفوضين وللموجودين كلهم في القاعد انه يا جماع عايزين المراسيم الدستورية الصدرت من 11 ابريل لحد 30 لحد ما الوثيقة تنزل حيز التنفيذ لالاسرار لانه كان برضو فيه إصرار في الوثيقة انه نخط العبارة بتاع انه المراسيم يعني لا تلغى ولا تعدد بس الجانب بتاع حرور التغيير يمكن نجح في انه يخط بعض العبارات لكن هل الامبلميتيشن بتاعها هو فعلا بيقدل غرض يعني خطنا العبارة ما لم تتعارض هذه المراسيم مع أحكام الوثيقة لكن هي وين يعني الحد الان اليوم دي كانت كتبت لوزير العرض قلت ليه عايزين في الغزيتة ينزل السبعة وثلاثين مرسوم دستوري أن تصدر من يوم حداشر أبريل ديرنا لأنه حتى المرسوم فيه الاتصالات فيه البنك المركزي أنا راجعت المراسيم في إلغاء النقابات في مرسوم خطير لا جاني مرسوم رقم رقم أربعة وثلاثين يمكن مرسومين اللي تحصلت عليهم بعد البحث مرسوم أربعة وثلاثين بيتكلم عن التتريس وأنه كيف يوجه التتريس لأنه كان بعد المرسوم كان بعد ثلاثين يونيو ثاني يوم طوالي فده مرسوم خطير فالعبارة ما كانت كافية بصراحة وده الحاجات المعيبة في الوسيقى وفي شغلنا أنه تخطط حاجات لكن ما فيش مذكرة تفسيرية للوسيقى وده خطيرة لأنه من أخذ ما لم يتعارض مع أحكام الوسيقى الدستورية كان القصد منه أنه طالما أنه فيه وثيقة الدستورية نلتزم ببنودة أي تعارض يلغى يعتبر لاغي فهنا خلاص أنت شايف بركة السيولة السياسية وشايف الاستقطاب وشايف الاختطاف بتاع الملفات فهنا أنا بفتكر أنه مطالب بالمراسيم عشان غير كده نرجع للحطة حقاتنا عشان ما يعني نتشعب المفوضية الثانية الأصر عليها اللي هي صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري ومفوضية الانتخابات إحنا هسي بنلقى لقاءات تتم في القصر مع برهان ومع بعض الناس في السيادة مع المفوضية الجديمة مش صاحة المفوضين اللي هم التسعة أو التمانية هيجوا بالقانون لكن ما الإدارة قابة الأمين العام بيقاب المكون العسكري أمين العام لمفوضية الانتخابات وده ملف خطير عشان كده كانت الخطورة وعيب مننا إحنا حرية والتغيير إنه لما نخطينا عبارات هشة وتحتمل أكثر من التفسير ليه لما نجينا الضغط كان الشد والجذب بين اللجنة الاستشارية العسكرية تحت المكون العسكري وبين لجناتنا اللي هي صاطع وابتسام وعلي عبد الرحمن كان في يعني بنقعد أوقات طويلة وكده فكان بنخط العبارات يعني قلنا المفوضية دي ما نخليها لمجلس السيادة بالتشاور نقول بالتشاور مع مجلس الوزراء وفي راسنا أو في ذهننا إنه مجلس السيادة ما المكون العسكري بس في مكون مدني وهو الراجح بالعددية لكن جاء المكون المدني ونحن شايفين آداءه وشايفين انشغاله ولا ما دير أتهم لكن المهم شايفين الحاجة الثانية كلمة التشاور هسي أنا بقول على الملأ إنه كلمة التشاور بمكون عسكري بيفسر غلط مكون عسكري دير راجع لي خطوء في خطورة في حاجتين في مجلس الشركة راجع المكون العسكري راجع عديل وده ضد الوثيقة لأنه أصلا بعد وقعت وثيقة ما في حاجة من مكون عسكري في مجلس يعني راجع لي في مجلس الشركة وده كان عيب العيب الحاجة الثانية الواحد متخوف منه الشديد إنه المكون العسكري هيختار 33% من المجلس التشريعي إحنا خطينا العبارة برضو تحت التشاور مع الحرية والتغيير فيهم التشاور غلط لأننا مطابعة هسي الصولات والجولات بتاعة مقاشر مجلس التشريعي فهمين إنه هيجيبوا لستة والناس تبصم وظهرت أسماء إنتوا شفتوها ودعوا منه ومنه المهم حتى ولو كان يعني زي جس نبض لكن الخطورة إنه فهمين التشاور إنه أنا هجيب لستة وهدين العملية هتمشي كده فهي مش المفوضيات الفلسفة والأشياء والهياكل والمكونات اللي إحنا 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 مفوضيات لما تخطط مفوضيات مستقلة عشان ترجح كفة الحكم المدني عشان تديني دولة بتاعت سيادة حكم القانون هنا هنا بتتنسف المسائل أنا في نرجوع أرجع لك بعدين أرجع تاني أنا مهتمة بقصة الموازنة صاح زي ما قال الأستاذي أباكر إنه من المفترض ومن الضروري إنه السلام ينفذ بالموازنة العامة للدولة لكن هالموازنة العامة للدولة هي محتملة إذا كان هي موقطة حاجات الموجودة فهتغطي السلام شوف السلام مخطوط كم مخطوط مخطوط له كم أو لتنفيذه إحنا منتوقع كم فإذن هم محتاجين وفعلا طلبوا الدعم دولي عشان تنفيذ التفاقية للسلام إذن هنا في مسألة كيف أنت بتستقطب دعم دولي لو الدعم الدولي هيظهر لي وهيدخل يكون فيه شفافية أولا وفيه إعلان عن حجم المبالغ وتدخل في صندوق وصندوق منفصل ما في حي ياسم موازن عن موازنتي أنا عايزة عايزة عايزك شديد في الموازنة صاح فخلينا شفافين وخلينا واضحين هل بتحتمل أنت قلت أنك هتحتمل على استقطاب دولي فند دولي وكده ما مشكلة صاح إحنا فيه كان كده وفي بعض الأمن وإحنا دولة فقيرة لكن وين تتخطى تخطى في صندوق منفصل يراقب كيف كان تكون في الموازنة واضحة للصديق ما يقلط له الموازنة العامة ويسيبوها نعم الحاجة الثانية التشاور برضو أنا بأكد عليها لازم لازم يا جماعة نخط لأنه دل غلطة ما كانت في الوسيقى العبارات ما دقيقة فتفاضة تحتمل تأويل وإنت ما هي في يدك السلطة كاملة لسه ما عندي كلام كتير لأنه يعني لسه فيه ما تبقى والهاجز بتاعي كل الفلسفة الفلسفة العامة بتاع تكوين المصعوبة إنتي أصلا الخلفية بتاعتي قانونية أستاذ عمي أنا علوم سياسية وعلوم سياسية في القاهرة بناخد قانون إلا القانون التخصص الجنائي والمدني بس لكن بدرس كل موازنة ممتاز حتواصلي معانا طبعا ونحن سعيدين طبعا جدا جدا بمشاركاتي وفي معلومات كثيرة لأول مرة نسمعها يعني شكرا أيها حتى في اتفاق السلام لو كنا حنتكلم أنا عندي معلومات إنه إحنا الجامحة السورية أنا إحنا بعد ما نكمل بعد ما نكمل السرد كله نعم نحن رحي برضو بحبيبنا والساز محمد جمال الدين أهلا أهلا يا أخي تعالى بكم راجل جميل الله يديك العافية والله جمال أنتو شكرا لك يا أخي والله العظيم ندوة رائعة أنا طبعا للأسف كنت برة وما كان عندي طريقة أحضر في الشارع ما كان يعني معاي الجهاز لكن كان المسألة معقد علي ما في مشكلة إن شاء الله استمعت بس الفصل الأول والتالي القرية لا الآن شفت في آخر نقطة كنت بتقرى في أشياء عديدة ورد عليها الساز أبا بكر ولكن كنت في الترام تصور حسن الله انتررشا ما قدرت أسمع كويس لكن طبعا الكلام بتاع حضرت جزء من الكلام الأخير بتاع أبو بكر كلام جيد جدا وماجدة واضحة جدا وتحدثت عن الوثيقة الدستورية وأنا بفتكر ديناد هو مهمة غاية الأهمية وأنا أعتذر لنفسه آسف جدا فاتثني لكن بحضرك التسجيل وانت يا أنور والله تستحق شكر فعلا يعني دائما بيجيب ناس بيعرفوا بتتلمس الحاجات الحقيقية والساخنة بكم يعني قضايا شعبنا واللحظة الحاضرة والله ليك التحية طبعا مؤكد وتحية لأبا بكر والأستاذة ماجدة لأستاذ أبا بكر والأستاذة ماجدة وتحية طبعا لجميع الحضور هنا أو في أي مكان دي ندوة مهمة أنا تعلمت منها حقيقة حاجات وسي معانا ماجدة هي جزو من الناس اللي شاركوا في الوسيقى الدستورية أنا ما حد دي نفسي حق أتكلم كثير يعني حقول بس سؤال واحد ماجدة هل هي ماجدة محمد علي هو الدكتور تيسير لا أنا ماجدة عثمان محمد صالح عضو تجمع القوة المدنية لكن ماجدة زميلتي ومعايش التحات الخريجين الجامعات المصرية ماجدة أنا برضو عندي علاقة بالتجمع المدني لأنه نحن برضو أنا في خريج عمد خرطوم ونحن معاكم يعني هنا معاكم أيوة نعم ومتابع كنت معاكم ومتابع اجتهاداتكم وما قصرتوا يعني كان البلد الوضعي صعب جدا أنا الحاجة الدائرة عرفة إذا قلتوها ما أخسركم كلام حاسم على التسجيل إذا قلتو الكلام ده قلتو عن إنه هل كان فيه وسيقتين وإنه فيه وسيقة من البداية إتو الوسيقة اللي عملتوها تم تعديل من خلفكم من خلف اللجنة اللي كونت ده سؤال رغم واحد وإذا السؤال ده جاوب زي ما قلت لكم خلوه أنا بس مع التسجيل السؤال الثاني إنه إنتي تحدست عن أخطاء أنا بعتقد جزء من الأخطاء دي غد يكون لا إراضية لكن من أهم ما إنه ما كان فيه آلية لمراغبة تنفيذ بنود الواردة في الوسيقة الدستورية وما في أدوات للضغط والمراغبة اللي هون مثل المنتظم والإبالواشن ما كانت واضحة كان في ربقى وممكن عزر الناس الوقت داك الحاجات كلها معقدة جدا وصعبة وما كل شي فعلا فيها دا الناس الحاجة الأخيرة إنه شنو الأفق بتاع المجلس التشريعي وهل إذا قام يعني ضمان الفاعلية بتاعته شنو وأنا كده انتهب وإذا جاوبت الحاجات دي زي ما قلت خلوها أنا بسمع التسجيل لا لسه نحن جاستم الطريقة بتاعتنا في النقاش اللي هو المبارح كان نقشنا مشروع قانون مفوضية مكافحة السلام وأمس نقشنا مشروع قانون العدالة الانتقالية مفوضية العدالة الانتقالية واليوم بنناقش في مشروع قانون السلام مفوضية السلام بنسرد بنسرد الكلام كله ووضعين في اعتبارنا اللي هو أخواننا وزميلاتنا وزملانا في مجموعة البحس السودانين من دول الاحتياجات الخاصة اللي هو ما حيقدر يقروا الملف ده للطبيعة التقنية اللي تخطى به الملف نفسه بسجل بسجل فما بيقدر يقر يعني هنه نقرأو وبناخد من الناس في كله فصل بينمشي فصل لفصل لحد ما نتهمينه بعدها قرأت نقاش عام في الموضوع ككل يعني ده كلام ممتاز جدا والله كلام ممتاز نعم اتفضل معرفة لك معنا محمد جوالد انا قاعد ان شاء الله بجن الله طيب دكتور محمد عيد اتفضل يا دكتور عمل أم يود لنفسك لو سوا طيب شكرا جزيلا دكتور أنور ولكل الحضور وللأخوة الذين قدموا والكعليغات فأنا استمعت يعني ويمكن خلفيتنا في في يمكن يعطينا بعض أو في الاقتصاد السياسي في ممكن نقدر يعني نطرح بعض الأسئلة حسب ما عرض لنا يعني من اقتصاصات والسلطات المفاوضية بتاعة مفاوضية السلام فأنا بسأل يعني في يعني ممكن نقطتين بسيطات و straightforward وهو الاستيكهولدر أنا ما عارف انه ممكن هل قد يكون في لوائح تفسيرية أخرى لهذه المسألة لكن في الكمبوضيشن بتاعة المفاوضية نفسها فأصحاب الشأن هم ذات من ناس في الـ grassroots هم عندهم حاجاتهم فهل الـ 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 حركات والمسؤولين الحكوميين هم بحالة مثلا تؤدرس الـ ناس لأنه هم السلام منهم وفيهم أعرف هم أصحاب الشأن وأصحاب المصلحة المباشرة نسمي الشاكل النقطة الثانية اللي هو إنه السودان يعني بلد تجرب أو عاش تجربة مريرة زي وزي بقية الدول الأفريغية وحتى الدول أعلى مسالس تجربة مريرة في الحروب وفي السراعات في إمكانية النزاعات في الحالات تكون ماردة لأن مثلا مسك الباس النزاعات تلقاه فترة السلام ثم فترة الحرب ثم فترة السلام وهكذا فهذه الـ الـ وحتى في الـ 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 تلقاه مرة ثورة شعبية ومرة حكومة مدنية وإيجي عسكر وكذا والـ السايكل بتاع الصراع نفس فده يلا بيورد لنا أسئلة في الصراعات الـ عشان ما تصهر المفوضات تعاملت معها كيف يعني إنه الحروق الصراع الكامل احتمالي يصهر وكذا وسائل منعه كيف في المفوضات أنا ما أعرف طوابك ستينت بين أدريس يعني شوف هدي هدي النقطة اللي اللي أنا حبيت أبولها وقد تتوفر لنا برضو أسئلة أخرى بعد تعمل أسئلة أخرى نعم 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 هو باقي شوية بالمناسب كثير للمشروع شكرا لك دكتور محمد عيد الباحث الاختصادي والمشار الجامعي تمثير المفوضية داخلية وخارجيا جيم رفع تقارير دورية عن أعمال المفوضية المجلس السيادة والأهليات الأخرى شروط تعيير رئيس المفوضية وعضائها البند التازع يجب أن تتوفر في رئيس المفوضية وأي من عضايا الشروط الآتية ألفا يكون سودان الجنسية با أن يكون كامل الأهلية القانونية جيم أن يكون حاصن على مواهي الجامعي دال أن يتمتع بخبرة في قضاء السلام وغضى النزاعات عدم تولي مناصب سياسية أو دستورية خلال فترة نظام الثلاثين من يونيو 1989 حالات خلو المنصب وكيفية ملؤه عشرة واحد يخلو منصب رئيس المفوضية أوي من عضائف من حالات الآتية ألف العلة العقلية والجسدية المعقدة دي ما عارف المقعدة المهمة المعقدة هنا كدامي بقبول اشتقالته جيم اللي دانة بحكم نهائي في جريمة تعلق الشرف أو الأمانة دال الغيابة المذكر الوقت لما تنظيمه اللوائح ها الوفاء نمبر اثنين في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند واحد يملأ المنصب بذات الكيفية المنصوص عليها في حكام المادة تسعة مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية وعضائها حداشر يحدد مجلس السيادة مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية وعضائها وامتيازات القسم 12 يؤدي رئيس المفوضية وعضائها قبل توليهم مناصبهم أمام رئيس مجلس السيادة القسم الآتي نص وقسم بالله العظيم بوصفي رئيسا أو عضو في مفوضية السلام أن أكون مخلصا وصادقا في ولائل جمهورية السودان وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني وأن ألتزم وأن ألتزم بالوثيقة الدستورية وأحميها وحافظ عليها وأن أراعي قوانين السودان والمدافع عن سيارة البلاد وعمل على وحدتها وأطل دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأن أصمون كرامة الشعب السودان وعزته والله على كل شيء اثنين لأصحاب كريم المعتقدات الأخرى أداء ذات القسم المنصوص عليه في فنت واحد كما يعتقدون إخواننا نكمل الباقي لكي يكون النقاس مرة واحدة الفصل الثالث الأمان العامة 13 واحد تكون للمفوضية أمان عامة يرأسها أمين عام ويتبع له عدد من العاملين يتم تعيينهم وفق الهيكل الوظيفي للمفوضية تطبق عليهم القوانين المنظمة الخدمة المدنية اثنين يعين الأمين العام بقرار المجلس الوزراء بناء على توصية رئيس المفوضية بتشاور مع أقراف السلام ويحدد القرار اختصاصاته وسلطاته على أن يكون مستوفيا لمطلوبات شغل الوظيفة ثلاثة تكون شروط تعيين الأمين العام هي ذات الشروط تعيين رئيس وأعضاء المفوضية أربعة تعمل الأمان العامة تحت إشراف رئيس المفوضية عن طريق إدارات فنية متخصصة بفق الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية اختصاصات الأمين العام والسلطاته 14 يكون الأمين العام الاختصاصاته والسلطات التالية الآتية ألف تنفيذ سياسات وبرامج المفوضية بق تنفيذ قرارات وترجيهات رئيس المفوضية جيم التوقيع على الحقود والاتفاقات التي تبرمها المفوضية دال تعيين العاملين وفق الأحكام والقوانين المنظمة لذلك ها إعداد إحضار محاضر اجتماعات ومتاولات إعداد الموازنة السنوية وربع المفوضية لإجازتها زين القيام بأي مهام أخرى لتطلب العمل تنفيذها واجبات وأعضاء المفوضية والموظفين وحصناتهم 15 يلتزم رئيس وأعضاء المفوضية وموظفوها بالآتي ألف مبادئ الحياد والنزاهة الاستقلالية بق واجب التحفظ ويمنع عليهم إبشاء أعمال المفوضية ونشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها ويشري ذلك على كافة الموظفين ويشمل واجب التحفظ ومحافظ على سرية كل ما بلغ إلى علمي من وثائق أو بيانات أو شهادات أو معلومات أو مواد حول المسائل الراجعة للنظر المفوضية جيم ينطبق واجب التحفظ على العضو المستقيل والمتعاونين والمتعاقدين مع المفوضية دال يجب على رئيس وعضاء المفوضية تصريح ممتلكاتهم ومتلكات أزواجهم وأبنائهم لتجهات المختصة يجب على رئيس المفوضية والأعضاء والموظفين أن يجتنبوا كل تصرفهم سلوك من شاني المس من اعتبار المفوضية وهيبتها حماية للعاملين بالمفوضية 16 يتمتع رئيس وعضاء المفوضية والموظفية أثناء قيامهم بمهامهم بآليات الحماية الآتية ألف عدم تتبعهم من رئيس وأعضاء المفوضية وموظفية من عجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها إلا بعد الحصان عنهم بقرار مسبب من قبل ثلثين أعضاء المفوضية غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز يقف العضو المعني وفي هذه الحالة لا يعلم يعلم رئيس المفوضية فوراً بذلك بأ اعتبر رئيس وأعضاء المفوضية والعاملون فيها موظفون عموميون وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء بباشرتهم لمهامهم بالمفوضية أو بمناسبتها مهما كان نوعها أو بعد انتهاء مهامهم ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي أثناء ممارسته لممارسته ويعاقب بالعقوبات المنصوصة عليها بقانون العقوبات هذا الفصل أعتقد أنه الأخير الرابع الأحكام المالية الموارد المالية المفوضية 17 تتكون الموارد المالية المفوضية من الآتي ألف ما تخصصه له تخصصه له لها الدولة من اعتمادات مالية باء المنح والهبات والتبرعات جيم أي موارد مالية أخرى موازنة المفوضية تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفقا للأسس المحاسبية السليمة الحسابات والمراجعة 19-1 يجب على المفوضية حفظ الحسابات منتظمة وصحيحة وفقا للأسس المحاسبية السليمة 20-2 تودع المفوضية تودع المفوضية أموالها في الحسابات ببنك السودان مركز أوي مصر في آخر يوافق عليه 3-3 ترفع المفوضية بيانا السنوية بالحسابات الختامية لجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية 4- يقوم دول المراجعة العام القومي بمراجعة حسابات المفوضية أو أي مراجع يوافق عليه المراجعة العام وتحت إشرافه سلطة إصدار اللوايح 20 يجوز المفوضية إصدار اللوايح اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون شهادة بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد جازق قانون مفوضية السلام لسنة 21 2021 في الجلسة رقم في اليوم من شهر سنة كيدا حجرية الموافق يوم كيدا من شهر كيدا سنة 2021 الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس مجلسي السيادة وبذلك كنا كده يعني تلينا كل الفقرات بتاعت القانون نسمع منكم مداخلاتكم ووحظاتكم فيما تقدم تفضل السيدة أبو بكر أبو البشر ممكن تعمل الميوت لأنه الميوت يدسي شكرا جزيرا والتهية مرة أخرى لكل الأخوة والأخوات وفي هذا العمل النبي الجميل نتمنى أنه الجهات المختصة تاخد بالآراء المطروحة هنا بين الإقبار لأنه قصدنا كله المسألة بتاعت إصلاح يعني مش نقبة عادي شاكل يعني هنا ننتقد بموضوعية وكذا أنا يعني حاثير بعد النقاط الحقيقة جائز أخوان بردو والأخوات نتشارك في النقاش حولها بردو واحد من النقاط اللي هو نمسك نمر التسعة في شروط تعيين رئيس المفوضية وعضائها استفساري في أنه في جيم أن يكون حاصلا على مؤهل جامع إذا نتكلم عن مسألة السلام هو في تقديري أنا يجب أن يكون الشخص اللي بتولى الليدرشيب بتاعت العملية السلام أنه يكون خلفية تجارب واسعة وخاصة فيما يخص بالجانب الجوانب الاجتماعية أقول واضح مثلا في في دارفور التقليديا لما يحصل لأنه أكثر منطقة في بأمانة في مناطق في السودان عندها صرعات قبلية قديمة زمانك قبل ناس البشير تحولت إلى صرعات إثنية و 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 تحولت منطقة منطقة يعني حل النزاعات الموجودة كان إثنية ولا قبلية لأن هذا الأساس جملة بتاعتهم هو الجائبة المسألة بتاعت السودان في كيس بتاعة عدم الاستغرار ومشاكل الموجودة ففي تقبيري إنو كان مسألة بتاعت الهناي المؤهلة جامع موجود لكن بالضرورة إنو يخط في الاعتبار الناس اللي عندهم تجارب فيما يخص بالخبرات في هذا المجال اللهم إذا كان المقصود هنا فقط السلام هو تنفيذ بنود الاتفاقيات ما بين الحكومة والحركات المسألة اللي كان مقصودا لكن أنا في تقبيري هو السلام المنشود هو كونفرهنسي في كل الدولة يعني هسا بما فيهم هسا في الوقت الراهد الصراعات الحاصلة مثلا في الشرق السودان والمسائل الحاصلة في الغرب برضو نفس الشيء كما مسكتها مناطق بتاعت الجنينة وكده يعني الحكومة ما عندها رؤية واضحة حاول تسول بزيس بروبلم لكن لو دخلوا الإدارات الأهلية مش المسيسة الأساسية القديمة لو في ناس عندهم استلموا عندهم خبرات في الهيطة ممكن يكون نحن النقطة الثانية وأفتكر إنه مجلسة السيادة هي البخدث مخصصات وبالتالي يبقى المفاوضية دي تحت رحمة مجلسة السيادة دي تحت رحمة مجلسة هنا زي ما قبلنا قلت إنه المفاوضية أصلا هي يعني 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 إجراءة تنفيذية إجراءة تنفيذية فقط نعم ناس تنفيذية لحادات محددة حصلت في السابق ولأنه الوزارات مسلا لو أمس مثلا كنا نتكلم عن العدالة الانتقالية مثلا وزارة العدل والهنايدة عندهم ما يكفيهم من العمل اليومي وبالتالي يخلق يجب أن يكون في جهة تنفيذية تاني يتولى الحاجات الفاتد الفاتد فيما يخص بالعدالة الانتقالية ولما ينتهوا خلاص انتهت المسأل حسا دي بوضح انه في كونفلكس في الليدرشيب ذاته ودا واحد أنا في تقبيري أنا واحد من مشاكلنا بتاع السودان انه ما اندي ما في في نقص في في القيادة في قيادة الدولة ما في الشخص ما في حتى محددة بقوت العمل العام السياسي والهنايدة في تحت الدولة وبدليل ما يعني حسا الان في مجلس الوزراء في وحمدوك عندك مجلس السيادة في وبرهان عندك حتى وزين الجانب الأمني في فيه متين دو قوات الدعم السريق وهو يعني برهان ما بيقدر يدد يعني التعليمات عسكرية للناس الدعم السريق ويس ففي قمت في جيشين في البلد يعني هنا في كونفلكسيتات الليدرشيب ما فيش جهم هدر اندو يعني حتى ولو سياسة كعبة يعني الكل يتمر به بدليل مثلا واحدة من الحاجات اللي أنا في فكري انه كان مهمة جدا في عملية السلام حمدوة عبدالعزيز الحلو بعد اتفاقات جوبا اتفقوا على سنه في مسارات كثيرة انا يعني في نغات كثيرة لازم يعملوها في شكل ورش يتفق حوله اول حاجة وفي الورش دي يكون فيه ناس خبراء من خارج ومن الداخل ويوصوم للمفاوذين وبالفعل قونت لجنة مثلا بالنسبة لموضوع فصل الدين عن الدولة ويشتغلوا فيها فيوقان خبراء هناك يعني اجانب ووصلوا لتوصيات كويسة جدا جدا مشا كباشي ها تركش يعني فركش عليهم لانه ما فيش كلام بشكل ده كويسة فيبقى منو هنا هالريس هالعملوك اللي هو ذول المواصل الهناي ولا كباشي ممثل في برحام ممثل في كباشي اللي هو يامل فده مشكلة هي ايه انو الكلام الحسن ناس منتكلم انو موضوع السلام ده دفنتلي ما حاجة الناس يستفشربوا خير بالبناء ما حينفز بالمعنى اللي أنا فيه النقاط الثانية يعني مثلا فيه نفس القدر يعني حسا المفاوديه دي كأنو يعني واحد بيقراه كأنو تحت السطور كأنو مقصود بهو basically اتفاقية جوبا اتفاقية السلام في جوبا كأنو ده مقصود بهو يعني أكتر شيء نعم كأنه هي جراع التنفيذي للتنفيذ اتفاقية جوبا يس طيب طيب إذا كان ده المقصود هو هل اتفاقية جوبا هيجيب السلام المستدام في السودان I doubt لأنو انت حسا فيما يخص فيصراع السياسي الماشي في البلد عايز لابد إنك يعني تؤدرس الروت كوزز بتاعة الكونفليكس الموجودة في السودان يعني الجزور الأزمة ذاته في السودان في اتفاقية جوبا في تقديري أنا كلام قالوا إن شاي كده لكن ما ناقشوها ما ناقشوها ما هي جزور الأزمة ما إنت لازم تقول لي أنا كمواطن عاري إنت مشهد قلت زي ما قال أخي قبل شوية دكتور محمد في إنو إنت مشهد وقلت متفاوض بإسمي أنا كمواطن عاري السوكهولدر لكن ما جيد قلت لي يا أخي أنا ناقشت جزور الأزمة اللي هو واحد اثنين ثلاثة جسوا أنا واحدة من المشاكل الأساسي أنت بتتكلم عن السلام في السودان في اتفاقية جوبا ليه تعمل مسارات مسار الشمال مسار دارفور مسار مسار وسط مسار الشركة ليه ما ليه كلهم سودان أنت اتفاوض في حاجة واحدة عن السودان وأنا يفتخيلي إنو يجب أن يعني أخواننا الناس الوزارة العدل لازم ينظروا للمسألة ده بجدية ويقولوا إنو هم هو أدرسين ياتجها من أجهات يعني نرجع مرة واحد مثلاً يعني حتى مثلاً اتفاقية جوب واحد من عيوب بتاتع اللي هو ودل دل خلانينو هسا نتفاق ما أخذ ماجدة في إنو ناس العسكر ليه كانوا مصرين على المسألة دي يعني في مثلاً بتا مسار دارفو فيه واحد من النقاط بتاعتو فيه اتفاقية في إنو يتم إصراع إصدار الأوراق السبوتية للرحل والرعاة وفي الظبط بس هم ما كان يعني على خجل ما دارين يقولوا للجنجويد دا المقصود أصلاً إنو أوراق السبوتية للجنجويد والجنجويد أجانب انت بيعتو صورة الدم أوراق السبوتية يعني خلاص فيه فيه نقاط كثيرة واحد فيهم أول حاجة دي الناس جو بطريقة غير شعرية بالعنف استولوا على أعراضي محددة نائب بالعنف دي يفترض إنو يطلو طوالي مش كده بس النقطة التانية إنك دا الدعوة للآخرين الموجودين أكروس البوردر إنو يجو بردر لأنو خلاص في طريقة إنو يدوك أوراق السبوتية والسودان يعني بلد جازد للناس خاصة للروحل والهناي في غرب إفريقيا يعني أرد جازد فهي هاجات كثيرة يعني دي العب أنا شايف بنغاد محددة في ما يخص باتفاق الجوبة إنو ما يجيب سلام وبالتالي الكلام الحس فيه دا إنو دايرينا عمل هناي مفووضية السلام إنتا ما حد ما جهس ليو ما عملت في سلام عشان ما يكون في المفووضية ياس بيتفق ما أخد مادة في جبالك الكلام لأنو المسألة يعني كبيرة جدا محتاجين الدعم الخارجي وخاصة في الهم متاهدة كما مثلا وكان جاع مادنى ولا مادة وهو وخاصة في المفوضية من الدول التانية وشكرا ما عليش يا أخي لو لكي لفت نظريا يعني كلامك إنه يعني ذكرت وصلت الجنجويد أجانب ونحن كنا في هذا الاعتصام وشفنا يعني شفنا بعض الناس فعلا الكلام بتاعه لو واحد يتكلم التلفون وما يتكلم بلغة حتى عربية يتكلم بلغة فرنسية وكذا فما كنا عارفين لكن برضو أطراف الكفاح المسلح برضو حسب ما يعني متابعتنا بالسوسيل ميديا وما في حاجة زي أقوله فاينل دي لازم جهات عادلية قانونية تبيت فيها إنه برضو حصل ركروتمنت بكميات كبيرة تريد إنه اسمعني إنه الرتبة العسكرية كان بتخطف القفة وكله زور بيجي يشيل منهم وفي نكات يعني في الموضوع لكنه واحد شاف الصقر بتاع الرأي تقال لغي والله الحديية دي أخوي ما 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 بتبراني أديني النجمات ديلي فأخذ له الرتبة أقل من الرتبة الكبيرة لأنه هما عارباهي أصلا ديشنو ديشنو نعم فنحن ناخد برضو مداخلة من معاز ياريت تعرف بنفسك معاز ونواصف النقاش أعمل أمي يوتب عليش السلام عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة بك أنا معاز أحمد أنا بعيد كل البعد الميال وغانون مهندس لكن عندي اهتمام يعني بالموضوع بتاع السلام شكله الخطي انقطع من معاز أستاذة ماجدة هل موجودة متابعة؟ أيها متابعة أنا أنا يعني يعني المداخلة بتاعت أستاذنا أب بكر مداخلة قيمة وهو زول شكله متخصص وزي ما قلت كتب وكده يعني احنا زي ما بقوله اشتغلنا شغل عملي فقط لكن الشغل الفكري والأكاديمي شوية فيه يعني نقص فأنا بأكد على كلامه في الشروط بتاعة التعيين أولا شروط التعيين ما تكلمت يعني تكلمت عن أهلية كامل الأهلية القانونية وتكلمت عدم تولي مناصب سياسية أنا بفتكر في الشروط أنه ما يكون قدين في جرائم هنا هنا في شروط تعيين رئيس المقعودية ما يكون في ودائما هم بيأكدوا دائما على جرائم الشرف والأمان لا احنا عندنا جرائم تاني ولا يدان لأنه احنا عندنا اللي كانت تحقيق شغالة يعني تسقط العضوية أي دي حتجي في أنه سقوط الشروط العضوية تسقط بيأتوا لازم تتخطى أنه حتى لو مش مدان سابقا حتى لو قدين لاحقا دي مهمة ما جرائم شرف وأمانة بس ما جرائم شرف وأمانة بس المناصب السياسية والدستورية وهي مهمة يمكن واضح حركين ما كل يعني ما كل المؤتمر الوطني أو النظام البائد كان عنده منصب سياسي أو دستوري وإحنا ما دا يريدناهم أصلا يشارطوا معنا في المرحلة لأنه هم جوزوا من الانتهاكات وجوزوا من الجرائم وجوزوا من الأزمة فكيف هنصيغ الحت كيف هنخط ما ضروري منصب سياسية وبسياسي أو دستورية ويكون عوضوا ولا ولا يعني وعشان كده المرة الأمبارح هنا في العدالة الانتقالية قلت يا ريت لو تعمل ويندوز كده بعد ما تتعمل نوميناتد للناس يكون في زي زي تصويت لأنه انت عندك معلومة وانا عندي والشعب بذاته عنده رأي يعني في الحاصل مفوضية ما يختاروها مفوضية ما يختاروها مفوضية ما يختاروها وحي يسير المفوضية ما يختاروها أيوة إنه فعلا الزول دا نعم أيوة ياريت وبتبقى مسألة حتى بتبقى أونلاين ومكلفة وده جوزه من الشفافية وجوزه من المشارك اللي هي أسس الحكم الراشد مشارك أولا حتى بعد ده تجي المسألة والشفافية والمحاسبة وهكذا في حاجة خطيرة برضو اللي هي التبعية هي مفوضية مستقلة دي تابع المجلس السيادة أحسن يقوله مفوضية السلام تابع المجلس السيادة وبينكم سيخط لنا المكون العسكري أو زي بالليلة في تعبير الزريف قالوا المكوش العسكري فأنا بفتكر رفع تقارير لمجلس السيادة بيمشي الاستقلالي الموازنة بيقول لك أي خطة المخصصات فيه هترفع التقارير مع إنه مهامة هي تنفيذ أمشطة لتنفيذ اتفاقيات في السلام وهنا برضو بتتفق مع أستاذة بكر إنه زي شكلها بس مرسومة ومهندسة على اتفاق الجوبة فقط لأنه فيه اتفاقيات تانية جاهية وتراكتوا بدأ هس التحضير له بدأ بتدريبه وباختيار الناس وخلاص بدأنا مش كده فما كان في ذهنهم السلام الشامل لسه بنشتغل بالجطاعي وأصلا عيب اتفاق الجوبة إنه ما ما استصحب برضو بتتفق مع إنه أساسا حتى فلسفة الاتفاقية تحت المسارات كانت معيبة جدا وبعدين المصفوفة طلب بيخطوها لنا وما تشتغل دي يعني أنا والله بجيت مرتبكة مصفوفة لبرامج عملاء الحكومة مصفوفة للحرية والتغيير مع الاجتماع المشترك تخط وما في الالتزام أصلا زمني بأي مصفوفة فالمصفوفة هنا غير عدم الالتزام أصلا زمني المشكلة الكبيرة إنه ما في زول بيوحاسب يعني الليلة أنا وصلا كسياسي بودت يا أخي إنه والله أنا ده البرنامج ده الاتفاقية أنا وسلا ده سيم حمد حسد تعايشي بيقول شنو إنه والله إحنا عملنا اتفاقية بتاع السلام خاطب الجزور الأزمة أنا بالنسبة لي كمواطن عادي بقولوا إنه والله يا أخي الزلطة طالما خاطب جزور الأزمة أنا الليلة ما بتوقع تاني تقوم تدور طالما يعني المسدس بتاع اللعب بتاع شفر بتاع العيدة ما بس ما بتاع صح هلما انتفشل أي لما نكون في الماتريكس بتاعتها وخطاها وكده والجدولة الزمن لما انتفشل مش في الزلطة يفترض إنه الرصيد السياسي تم خصم ما ممكن تكون الحياة متواصلة كده والسياسة بتاعت التناش وتخانت الجلد يعني مستمرة أنا أصدرت أنا بتكلم عن كل الأداء بشكل العام في الحكوم إذا كان في المجلس السيادي ولا كده التاني حاجة هل الكلام ده يكون مرتبط بإنه الله مجلس السيادي سيد دخلو مالك عقار يعني ثلاثة أعضاء دخلوا زيادة مجلس السيادي إنهم من حركات أنا وكلام مبارح إنه حتى حوارنا معنا الجبهة السورية كانت إذا إنه يا أخي أخذوا كل المناصب أخذوا كل الحكم ولكن تلتزموا لنا بإنه هذه الثورة تدعو للمدنية وترجح كافة سيادة حكم القانون ووالغة بس ما عندي مشكلة بإنه منو الهاجي ما عندنا الهاجيز ده بتاع المحاصصة والتوزيح دي أصلا كل الناس الثوريين الجادين والجادات هم كده ده تفكيرنا إنه جوهر التغيير وشعارات الثورة الالتزام بيها فقط لكن منو يجي ما كان عندنا زهرت زهرت لما نجات المحاصص والحقصة السياسية والسيورة بتاع المجلس المركز وهيكلة الحرية والتغيير ومشاكل دي يعني ما وقتها لكن دي ألقت بظلالة على المسيرة كلها بتاعت الانتقال فعشان كده ظهرت الحياة دي أنا بقول برضو يعني ليه ليه نحنا مصرين كمكونات سياسية ولا مدنية ولا مهنية نكون جزء من اتفاق ونجي نسعى الاتفاق فردي أو اتفاق لأنه أنا المعلومة الدير أقول أنه جبهة ثورية ما كانت لحد قبل فضل اعتصام بيوم معانا في اتفاق سياسي لو لا فضل اعتصام احنا جاعدين لحد ثلاثة صباحا في مكتب أستاذ علي عبد الرحمن معانا مبارك أردول معانا عبد العزيز عشر معاي أنا خطيت أونلاين سامة سعيد اللي هو كان الوقت داك النازج الرسمي خطيته أونلاين مفتوح ومعانا المفاوضين كلهم واللجنة الفنية تحت الحرية والتغيير وكل الناس ممثلين الكتر كنا اتفاقنا على اتفاق سياسي ما كان في حياة سماة وثيقة ليه لأنه كان في لجنة دستور بتعمل مسودة يجي تعرض على المجلس التشغير شوف الضربة بتحت الثورة جات من هنا جات من أنه الناس سعت لوثيقة دستورية الأول في لجنة بتاعة الدستور أثناء الحراك من ضمن ثلاثة لجات من هي البرنامج الإسعافي والهيكل الهيكل للسلطة الانتقالية ولجنة الدستور هل تعلم إنه لجنة الدستور منسقة لجنة قسامة سعيد أنا مقررة لكن مسأل كان فيها علي حسنين وفيها نبي الأجب وفيها علي جيلوب وفيها يحيى الحسن ما فيها زول من الكتب البحرية وتغير ما هو مسأل بما فيها أستاذنا العظيم الراحل اللي افتقدناه شديد علي محمود حسنين حضر معنا اجتماعات لحد قبل ما يموت بيوم كان عندنا اجتماع وألغية واتصل تلفونيا قال لي ما تلغي اجتماع لو تلاتة يا جماعة نكمل المشوار كان في لجنة بتاعة الدستور انتقالي اتفاق السياسي كان مهمته شنو لا مش مهمته يعني تفرده إنه كان هيكون معنا جبها السويل مقاعدين أردول لدرجة إنه أردول مسك اللاكتوب بيجندر المسألة بيزيد التأميس وو مبارك أردول وعشر قاعد معانا وفي يعني ما في زول ما في هو سامة سعيد أونلاين جافت بالاقتصام وجافت المسألة في موازين القوة والضغط والمسألة اللي احنا عارفنا فخوضي دي ربكة دي ما أنا مش عايز أتكلم سياسة ولا عايز أحكي تاريخ لا بقول إنه المسيرة لما نتعطلت ونحرفت أنت يتلينا ده كل جينا باتفاق سلام ونجابها السورية ما مشكلة تجابها السورية من حقها لأنها حركات كفاح مسلح وعانت وو لكن أنتجت شنو أنتجت اتفاق بعيد عن جزول المشكلة وبعد ده برضو الناصر تضت قالت نصحح المسألة في اتفاق سلام شامل جاي بعد ما تنضم الحلو وعبد الواحد الناس تصلح الحاصل طيب يعني المفوضية دي حتيت تنفذ اتفاق حساسا حتى الشعب ما قاوار باهو وين المنشر يعني هتاجي المفوضية تنشر ليا دا بتنفذ هي طب والنشر والتمليك عشان كده كنا بنفتكر أنه محادثات السلام ياريت لو كانت مفتوحة للجمهور السوداني كل حتى الوسيقى نزام كل الحاجات كل الحاجات حتى الوسيقى عيب أساسي بعترف المنظر بتاع المفاولين عليه أنه ما كان في تواصل مع الجماهير الناس مضغوطة ومهتمية بالمشهد السياسي وبشتغل كل زول بيرجع لكتلة بياخد لكن ما فيه جماهير الشعب السوداني الشاركة بالثورة وصناعاتها ما جوا الكتلة والله سعيد جدا نسمع منك الكلام دا أستاذا ما جدا يعني نحنا قاعدين في الاعتصام يهو بنشوف وننجل الصم وبدني وما عارف ربيع يهو دخليل ويدي صالح بيجي في الميدان ما فيه لكن ما يجوا وبيحصل فعلا شنو أنه نحنا ما عارفين يهو بنجل نحنا بنلجي والله الحصل كله كان يعني مخطط له تماما لأنه أنا بفتكر أنه حتى المفوضين يعني كان معانا المفوضين دكتور محمد عبد السلام استبعد استبعد دكتور محمد عبد السلام عشان يزوجه المسألة استوعدوا معه نبي الأدي قال له هو محمد عبد السلام جاء اختير وزير عدل برضو استبعد وجابه نصر الدين فهين مسائل ما عارف أنا ما نشير كيف بس حنسب طالما أنا ما عندي إثباتات ما بحيب أكرر إتهامات لكن بأكرر إنه في حاجة خفية عشان الشواهج بتقول كده لكن ما أقدر أعمل إتهام محدد لو ما في لجان تحقيق أو ما في إثباتات لكن في ضعف في عدم تواصل مع الجمهور الجماهير يعني يعني زي ما أنت قلت الجماهير المقتصمة بكلها إحنا الاتفاق السياسي لحد ثلاثة صباحة أن الناس كانت بتأبن في 28 رمضان في ناس كانوا بيعملوا الكتاب بتاع محمد صلاح فعاليات عشان الدستور يتخط ما يكون معاك علي محمود حسنين لما يكون معاك قامات زي كده وفاروق أبو عيسة كان معنا أونلاين ومسودة ما بقول دستور نسودة نعرض على مجلس التشد شوف المسائل كاتها تبشي كيف فهي حاجات محزنة لكن نرجع للدستة المفوضية التقارير التي ترفع المجلس السيادة المخصصات كلها بتديني أنه لازم وزارة العادة تفكر في استقلالية ما أبعيد عن الهياكل الانتقالية الموجودة والملف لو ما رجع لأنه في حتة خجولة كده جات عبارات أنه رئيس الوزر في بعض العبارات أنا ما كتبتها لكن المهم دي حاجة خجولة عشان قصة التشاور يزينوا بها لكن لا أصحاب المصلحة بعيدين جدا حتى ما يعني واحد من بيقولوا شنو هما قالوا لجان أو منسقين أو كده المنسقين اللي قالوا هم واحد الرئيس الرئيس يعني فوضية بعين وينسا السيادة لكن الأمين العام بيعين بالتشاور بركومنديشن من رئيس الوزر أيو الأمين العام أنا استغلنا في أوعية كتير الأمين العام أنا ما عايز أقول بشكاتب يعني هو حيجي المحاضر ولو لكن المهم الرئاسة والمهم اللوائح برضو لأنه الحك الشوف أنا أخدت درس وأنا بعلنه وبحب أتكلم عنه أخدت درس إنه أنت لما تاخد قانون أو دستور ما يغيب عنك اللائحة ليه بقول الكلام ده بتطواري في ذهني اللايحة بتعطي مجلس السيادة اللايحة بتعطي مجلس السيادة إحنا ما في الوثيقة ما تحييسم نائب نائب رئيس عشان يجي نحمل دي لكن اللائحة اللائحة ما جات كده ومكونا المدني وافق وافق على لايحة دقائق 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 لما تقولي مكونا المدني ده النوم بدأت الجمع بتاعاتنا حقدنا تنسيبنا هل الناس دي قاعد يجي يشاوروا كتلهم ولا ناسهم ولا بس في الاجتماع من الاجتماع في باركور ولا كتلهم ذاتة متابعة عشان أنا ما أكون يعني متشفة برضو في تراخبنا الكتل ما أنت اخترت زور تواصل معه ممكن إحنا تواصلنا مع أستاذ عشا لحد فترة طويلة حتى في اللايحة دي إحنا ماشينا كان مكلفين من الحرية والتغيير كلها أنا والفاتح سينا نمشي دكتورنا علي سليمان عشان نجيب اللوائح بتاعة مجال السيادة السابقة وجبنا لها درافت ووديتوا لها بالتلفون إنه كيف يكون سيادي وتشريفي فقط لأنه اللايحة برضو حب ممكن تديه السلطة وفعلا لا يحدثوا سلطة بدليل أنه يابنا مجل السيادة وما خوفي أعظم في شنور إدارة الاجتماع وتصويت على القرارات وكده اللايحة دي ما معلنة طبعا ما عندنا ده برضو عيب من الحرية والتغيير موكوين المدني مش يفترض إنه يطلع أي حاجة يعني هو أصلا الناس أصرد على إنه العدد بتاع المدنيين يكون أكبر من العسكريين ما بعيب على المكون المدني بس بعيب علينا مدى ونفس طويل على الحرية والتغيير لجانا المقاومة المام ممثلة نفسها اتقطع طبعا في استقطاب وفي تخريب وفي وفي لكن كده إحنا كده بجينا السودانين بيشتغل جزكال يوم باليوم ونفسنا بتقطع في حتات اللي هي مصيرية برضو حرية والتغيير اختارت مكون المدني ونت تواصل معه يعني أنا حسن شيخ دريس في الملتقة بتاع جامعة الخطو فقال كلام أنا دهشت صح هو ما تبع كتلتي لكن المهم مكون مدني وأحد أعضاء المكون مدني قال أنا أكتر حاجة أكرهها في الدنيا على الملأ كان في القاعة الكبيرة كالمتحاضن السياسية ووثيقة دستورية ووثيقة دستورية جابت قال بيكره كالمتحاضن السياسية ده قال على الملأ أنا كلامي مسؤول عنه معناه كده زي يقولوا الحاضن السياسية والكتل والمكونات تحت الحرية والتغيير شالت الجدادة بتاعتها وخلت تضيط جوة للعساكل في القفص بتاعهم وأجمالنا تنه الوضع التمام وكده وقام برقب وهسي وهسي برضو إحنا ما عندنا لسه الفرص محمود سنوات انتقال يتمدد تهسي بالاتفاق بتاح سلام جوبا وعندنا الفرص لازم يستعدل قلنا يستعدل بإنه يتعامل مؤتمر تداولي الحرية والتغيير لأنه هياقلوا ما ممثل فيها الناس اللي صنعوا الثورة أوكي المجلس المركزي يتوسع ويزهر فيه الناس كلهم وتكون اجتماعات منشورة يعني فيه حاجات اترافعة عدم يعني يعني الحصل في المهنيين انت عملت انتخابات رسمية انا ما عايز انحاز لطرف لكن عملت انتخابات رسمية ووافقت عليها انقسم المهنيين ضعوا في الشارع صح المهنيين انا ما في دور بينكر انه في الشرية والتغيير هو كان عنده دور ريادة على الأقل اخذ الحتة بتاع سيقة الجماهير قسمته ما اعتباط سيجبنا للمواكب والمسارات ده شغل سياسي ده شغل سياسي نعم بحدد ده كان ما اعتني مع المهنيين قبل ما نعرفه هو امنه ذاته ولا اخنا عندنا انترس يعني تزقط ايه اول ما الحزب مصلحة الحزب في السودان يعني يعني انا بشوف بعض الدول انه الدولة الدولة عندها وعندها انتماء يعلو على مصلحتك الحزبية في السودان لسه احنا مصلحات من الحزبية بتعلو على اي شيء وتجي تفرقش المسألة وده الحصر تمام من هنا حنواصل حنواصل حناخد مداخلتين منعاس بقرة ظاهرة انا بس عندي حاجتين المنح المنح والهيبات والهيبات برضو اكد عليها برضو اكد عليها انه حيكون في منح وهيباته ودي اصلا اصلا كانت الانقاذ طول عمرها بتمسكنا احنا كموظات مجتمع مدني ولا اي قبعية انه ما في منح او هيباته لازم نحكز بس انا برضو دايرة اقيد للمسألة دي شنو منح وهيبات كيف اقيد لانه عشان تجي المحاسبية اللي انت قلت عنا منح وهيبات مفتوحة كده طيب الصندوق ده منه الحراق بو ولا الجروش دي منه هو قال هتدخل المالية تدخل الموازنة العامة انت فاتح منح وهيبات يبقى موازنة عامة وين برضو ويبقى ازا لو لو ادميتك الامي او قلت الخلاصة الاستقلالية دايرة يعني مراجعة عشان نبعدها من قصة المجلس السيادة وكده الاختيار لازم تكون جرائم غير الشرف والامانة اي جريمة اخرى وبالذات جرائم عبادة جماعية وفي في ادانة حتى لاحظة ما سابقة بس الاستقلالية زي ما قلت المنح والهبات وبعدين التقييم مظاهر تقييم بتاع الاتفاقية لانه في في السي بي اي لو تلاحظ كان في مفوضية بتراقب ومكان اخفقت طبعا لانه كانت مفوضية ما كلها سودانيين لكن دايما اي اتفاقية تكون محتاج تكون في متابعة وتقييم واي كل اجسامنا تحتاج لأي مشروع لمتابعة وتقييم هنا فيه تنفيذ وانشطة وتنسيق بس كده ما فيه كلام متابعة وتقييم وتقارير تطلع للعامة والاصحاب المصلح زي ما قالوا شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليك لو سمحت بس نقطة واحدة اخ اتفضل اللي هو الكلام القالات اخد ماد قبل شوية وحيئة فيما يخص الموارد نقطة جيم دا انا افتكر دا ما محل اصلا كون ان تقول اي موارد مالية اخرى دا كلام ما يصح يكون موجود يعني في يعني مسألة قانونية بشكل دا يعني ما ممكن تخد قانون اي موارد اخرى شكرا هاي فعلا دا بيفتح المجال للفساد والبتاع يجي زي ما عمر البشير في المحكمة قال انه والله ما عارف الولي الاهد السعودي كان بيدي وقروش عشان شخصه هو والآخرين طيب طيب قبيل معاز اللي اسم شنودا لزهر الانترنت بتاع القطع ناخد منك مداخلة وبعده ساذ محمد جماد الدين تفضل معاز نعتزل للمساكل التغنية والله ما كتفضل الله افكت طيب انا اخش في القصة طوالي درقا لهي مشاكل تحصل سريع سريع زول يرمي السؤال بتاعه اوه يعني ممكن تقول استفساد في الحتة بتاعت القسم دقيقة بس ندها رجيبة تغريبا هي في اخر باب في القسم مكتوب انه والله ينفذ او يلتزم بالوسيغة بالسورية وفي نفس الوقت المدة بتاعت التفويد خمسة سنين احنا عارفين موسيغة دستورية اذا الامور مشت يعني بالشكل المطلوب مفروض يكون عمورها من الان ثلاثة سنين فكيف حيتم تعديل الحاجة دي بعد بعد ما يكون في دستور دائم زي ما بنأمل هل والله يعني حيجدد التفويد بسيغة جديدة يعني حيكون في إعادة غسم مثلا دي النقطة بتاعت الغسم والإشكال بتاع الوسيغة السورية المكتوبة داخل الغسم أنا عارف إنه الغانوم يمنع إنه سواء الموظفين أو الجهات يعني الغير تنفيذية إنها تستلم منحة يعني مثلا ما ممكن نتوقع إنه نيابة العامة تستلم لها منحة مثلا من غير وزارة الخارجية معروف إنه أي منح خارجية يتم عن طريق آلية معينة يا وزارة التعاون الدولي يا وزارة الخارجية فالقصة دي يعني ما معروف تنسيغة كيف دي 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 ملحظين حبيت نويل لهم بس يعني موضع الغسم ووضع المنح شكرا جزيلا شكرا جزيلا السيد محمد جوالدين حبابك أهلا أهلا أنا كده سامع النوى واضح بالنسبة لكم نعم واضح تفضل جدا أتمنى أكون برضو واضح في كلامي عندي ممكن تسمحوا لي أسميهم نقطتي انتباه الأولى للأستاذة الشابة الجيدة والممتازة والثورية ماجدة والتانية لأخونا العزيز أبو بكر في الحقيقة لنبدأ بأبو بكر نقطة الانتباه أنا يعني وأسمحوا لي أقول كده وأنا ما غانوني إنما أنا شغلي الأنثربولوجيا ودارس دارس نستربولوجيا وعلم اجتماع بالتالي النقاط اللي اتنين منطلغوا من اهتمامي أو إنشئ تول تخصصي النقطة الأولى خلينا نبدأ بأبو بكر أبو بكر قال بأنه الجنجويد ما سودانيين وسموهم جنجويد ونحنا أسيا نفتكر إن الندوة بتتحدث عن قضايا غانونية بالتالي مفترض نحنا نسمي الأشياء بأسمائها وبعد ذلك نمشي كلنا ما رضيانين من الحاصل لكن قصة إنه نطلق قول زيداء بالطريقة دي دي أنا بعتقد ما فو حساسية لسبب ظروف السودان يعني السودان ده فو ناس في الشرق مختلفين ويقولوا فيه ناس ما سودانيين وفيه ناس في شمال السودان بيقولوا ديل في الحقيقة ما سودانيين مصريين وفيه ناس في غرب السودان معروفين منه الناس بتقول ديل في الحقيقة تشهاديين ما سودانيين يعني حركات وجماعات حقيقية واصيلة لكن برضو هكذا وفيه ناس بيفتكروا إنه فيه جنوبيين قاعدين في الشمال وفيه ناس بيفتكروا إنه ذاته أصلا العربة الجليون بيقوا قبل الميلاد وجماعات العربية الموجودة قبل الميلاد وقاعدة في السودان كل الوقت وما عنده أي حتة تعريفة فيه ناس بيفتكروا إنه دي مفترض ترجع الجزيرة العربية ديل ذاتهم أجانب وفيه ناس بيفتكروا فيه جماعات من غرب أفريغيا موجودة في الوسط النيل عددهم خمسة مليون تغريبا أنا حسب مارسط ديل مفترض أجانب مفترض يرجو حتتهم أنا بيفتكر دي مشكلة حقيقية إن كان هناك أن نسميه أولا الدعم السريع بإسمه ثم بعد ذاك إنه دي قضية خلافية إنه فيه ناس ممكن دي دائرة وسائق ودير إثباتات وإنه الغانون يجري مجرأه النغاد دي مهمة وأنا غاضب زيكم وحزين زيكم لما يعني بالضبط ما حدث لأنه الخطوات بدأت السورة إلى الأمام ووفق أمنيات شعبنا ما ماشا كويس لكن دائما عندنا أمل طبعا بكم وبي كل شعبنا دي نقطة أنا سميتها نقطة اتباه مع ليش لأسف إنها سميها كده للعزيز أبو بكر برضو وبعدين بالنسبة لأستاذة ماجد في برضو نقطة اتباه اللي هي إنه لازم نعرف إنه المرة دي ما زي كتوبر وأبريل إنه ما عادوا الفاعلين هم نفس الفاعلين زمان كان في حاجة يسمى الشعب والجيش الجيش بغوض ديكتاتور والشعب بغوض الثوار ممثلين في أحزابنا السياسية ونغاباتهم وهيئاتهم المدنية والجانب المدني والسياسي حاجة واحدة كان في السورة الشعب والجيش المرة دي ما حاصل كده في أربع لاعبين دي القصة لدينا ننتبه لها معقدة جدا اللهم ما أولا في السوار المرة دي السوار ذاتهم ما زي زمان سوار منوعين جدا في لجانة المغاومة والانغسام بتاع التجمع المدني مع الجناح السياسي حاد جدا ده الجانب بتاع السورة اللي هو في النهاية مثلته قحة ومثلوا التجمع المدني مع بعض كونوا قحة ده الجانب الأول اللي هو مثل السورة عمليا والسورة هي الشعب وبعد ذاك في الجيش بواحد دي المعادلة اللي كانت الزمان في أكتوبر وأبريل لكي المعادلة تعقدت تكسر بعد ذاك في الدعم السريع بعد ذاك في الحركات المسلحة بعد ذاك في لاعب خامس دي الأربع لاعبين هو الأغليم شفت كيف لأن الأغليم في الماضي ما كان عنده يعني تداخل مع السودان كثيف المرة دي التداخل عنيف جدا ونحن نؤثر في الأغليم ونتأثر به فدي القصة إنه في الحقيقة السودان ده يعني يعني ما ممكن نقول والله إن إحنا خلونا برانا لا إما أنت ما كنت مخلي الناس براهم دي ارتكتوا الرئيس دولة أنت أول ما بدأ نظام الإنغاز 30 سنة بشتم في المملكة العربية السعودية وملكة وشعب يعني زيدة شعب كبير وعنده مكانات وعنده اقتصاد النظام الفات كان بيصرف من خزينة الدولة يعني الشعب المسؤول في الحقيقة أنت النظام مخلي 30 سنة كان بيمول الإرهاب وبكتي الناس في نايروبي وفي دار السلام وبفجر بفجر سفن أمريكية وغيره صاح والله غلط ظل حاصل بيمول حركة الإقوان المسلمين في غزة حماس يعني مع ليش أنا ما بغيهم لكن هكذا حاصل وشوفنا الطيران الإسرائيلي لما جاء ضرب سكتوا بيتحالف مع إيران ضد ضد الدول القاعدة في الخليج على سبيل المثال يعني السودان كان يتدخل في شؤون الآخرين ونحن مسؤولين كشعب لأنه ده ما خلاص ظل ده ده حكومة موجودة في الأمم المتحدة بتمثل السودان وعندها الميزانية بتعطي الشعب بتصرف بتصرف على كل الجهات الإرهابية وكانوا ساب اللي ده نقاعد معنا سدارة برر إنه هناك فاعل خارج مختلف عن الماضي بالمناسبة إلى اللاعبين الأربع لازم ننتبه اللي كده ويكون عندنا أفق بتاع أنه لازم نستوعب المعادلة المر الصعبة المعقدة دي عشان نقدر نخرج ببلدنا إلى بر الأمان وفعلا نحن السودان قابل للتفتت إذن ده الهم بتاعنا دي الصديقة طيرة جدا ما زي الماضي يعني لاعبين خمسة نقول ده لو واحد السوار ممثلين فعليا هم ذاتهم بيقولوا السمارة دي يعني السوار ذاتهم الممثلين في الندوة دي ماجدل بيتحدث الأستاذة ماجدل الأستاذة أبا بكر هم ذاتهم ما بشوفوا غحة طول التجمع المدني ذاتهم مسلهم اللي هذا أصلا كان هو الممثل يعني شنو العاملي للثورة خليوا المهم يعني ذاته الناس ما رضيانا منه لكن زمان الناس في أبريل وإكتوبر كانت رضيانا جدا خالص من من التجمعات الغادة العمل السياسي في أكتوبر وإبريل أصلت مشاكل تاني اللي جدام في الانتخابات والأحزاب السياسية اللي بيحصل بأنه نقطة الانتباه أنا ما انتهيت منها ومعليش إذا طولت عليكم ووقفوني لكن لسه أنا ما عندي نقطة تانية اللي في نقطة الانتباه ستيل لماجده إنه في الحقيقة الثورة دي برضو رفعت شعار سلمية سلمية ليست ثورة يعني جاية زي الفرنسية يعني عندها مخصلة عشان تحسم المواضيع في ليلة واحدة لازم ننتبه اللي إذا أو نسلح وكلمة غير مسلحة دي مع قصود بها حاجتين غير مسلحة بمعنى أنه غير عنيفة ما جاء تحرق وتدمر الناس استفادت من التجربة تحرق ممتلكات الناس والعربات الناس استفادت من التزوير الحصل في سبتمبر 2013 إنه النظام استغل لناس دساهم وحرقوا الترمبات وعملوا وحرقوا العربات عشان يقدر يضرب الثورة والسوار ونجح في ذلك لذلك الناس تعلمت في الثورة الأخيرة فيها ثورة الشعب السوداني ولسا الثورة ديسمبر 2019 أو 2018 إنما ثورة الشعب السوداني وثورة تراكمية أول شهيدة ماتت في مظاهرة سلمية قتلت في مظاهرة سلمية بالرصاصة الإنغاز كان اسمها التايا أبو عاغل ودي كانت بعد 6 شهور مما جاء الإنغاز ماتت برضو في مظاهرة سلمية كتلوها بالرصاص وآخرين بشكل مستمر واغتيالات في كل أمحان السودان والحرطوم معروفة ما حنقولي عن السهر اللي بيحصل بينه كمان برضو هي مش برضو الشعار يتضمن إنه هي غير مسلحة السورة شفت كيف عشان كده الحركات المسلحة كان وقفت والكلام ده كويس يعني أنا شخصيا اتكلمت مع عبدالواحد الوقت داك وقال ليه نحن طلق ما بانفكها وإنه دي سورة فعلا سلمية نحن وقفنا كان رجل فاهم والحركات كلها عملت كده عبدالواحد بس لأنه صديق عزيز وكان زميلي في الجامعة دي سيس واي يعني أنا يعني بتحدث معه وبنتحدث مرات كأصدقاء ذاته يعني ما سياسة أنا ما عوض في الحركة احترمة لكن مرات بنتكلم كأصدقاء وأولاد وطن واحد وعندنا حاجات كثيرة مستركة فالسورة كانت غير مسلحة بالتالي كان لابد أن يحصل حاجة خطيرة انت عشان تخذ العمر البشير وغيادات النظام بدل لحظة ديك إنه الثورة قدرت تضغط والسوار يضغط الناس اللي عندهم السلاح في الخرطوم وفي المركز وفي السودان عشان يخذتوا الناس زيل في السجن بليركيد لتماكنت حتى تقدري لتسلح نفسك لأنه عنده سلاح شال سلاح ومسدسات وبنادق ودبابات فسلمية السورة هي اللي جعلت المشهد يكون لغاتس كده ولازم ننتبه لأنه قد كله كده دكتور نور يعني نتكلم مع بعض في وقت تاني أفضل ماذا يخذ حاجة زمن أكتر من كده وشكرا يعني دكتور نور علي تحت الفرصة طيب يا أستاذ محمد جمال الدين تجت في هولندا وزور بتاع محرصة وزورة انتروبولوجي الموضوع بتاع التمويل ده التمويل للسلامة يعني أسي واضح من النص المشروع القانون بتاع المفوضية إنه والله حاجي حاجيها حيباتو منحو لو سبتت ألفونك لأنه السماعة شوية بتعمل شوشرة تمام فإنه حاليا ما معروف الموازنة بتاعته ناسي تايت يعني في هولندا هولنديين بيدعموا السلام في السودان واتحاد الأوروبي وغيره وتفتكر إنه هل حيتمو السلام ده يعني ولا حنعمل شنو يعني حيحصل شنو أنا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا كما أنا أقول لك سر يعني إن كان ده سر يعني في الحقيقة أول ما نجحت السورة نجاح الجزئي وأخوك يعني أحدثكم بصراحة يعني أنا كنت منفعل جدا ومتفائل جدا زي كل الناس السودانيين العاملين والناشطين من أجل التغيير في السودان طوال يوم 11 أبريل كتبت جواب للوزارة الخارجية الهولندية بوصو أنا هولندي سوداني ووريتم بينهم نحن عندنا تغيير حقيقي في السودان نحن قاعدين معاكم هنا في هولندا سبعة آلاف وابقين هولنديين وفينا ناس هولنديين سودانيين نحبل الجزيتين السودانية الهولندية لأن الإقامة تحتقام على البيض السياسي بالتالي ما بيطالبوك أنك تلغي جزيتك التانية لأنه أصليت مفترض ده خصمي بالنسبة لك النظام الغائم كان فأنا عندي جزيتين يعني لحسن الحظ وآخرين كتيرين فأنا رسلت جواب بصفتي أملك الشخصتين وناشط في العمل العام وفي منظمات المجتمع المدني وفي وعندي معارب برضو لحسن الحظ كتبت جواب للوزارة الخارجية الهولندية موجود وريتهم فيه بأنهم هم كل الشعب الهولندي والحكومة الهولندية وكل الشعوب الصديقة ورسلت أخطاب لاتحاد الأوروبي بأنهم مفترض يقيفوا مع السودان ويمولوا ويمولوا الوعدة الجديدة والتغيير الجديد في السودان نحن نحتاج كل الشعوب السودان في الماضي وقف مع الشعوب المحزونة أو المبطهضة ونحن دائرين الناس تقيف معانا برضه السودان رسل إغاسة لألمانيا في الحرب العالمية ورسل كسوة الكعبة والسودان استقبلته استقبل جماعات كثيرة مضطهضة من كل أنحاء العالم حتى اليونانين وجميع الجنسيات من كل أنحاء أفريقيا والشرق فالميم قلت كلام عاطفي جميل جدا ونحن نحتاج دعمكم المادي والمعنوي وتقيفهم على التغيير التغيير المنصوص عليه شعارات السورة حرية عداء حرية سلام وعدالة المهم كان الجواب عاطفي جدا حتى كتبت فيه كلمة عاطفية جدا قلت لهم نحن يعني كسودانيين هولنديين نمتلك غلبي واحد وحبين عندنا غلبي واحد وحبين عندنا غلبي واحد لكن نحب السودان بلدنا طبعا ونحب هولندا أيضا لأنه عندنا الجنسيتين وإلى آخر الكلام وهم ردوا عليه قالوا لي بأنه هما بتحركوا في إطار الاتحاد الأوروبي يعني بنسقوا كل حاجاتهم مع بعض طيب ده كلام كتير سؤالك أنا بفتكر أنه القصة أسمى في الأمم المتحدة ممثلة في الجسم الجديد يونميت ما متذكر اسمه وإنه بعد ذاك بعد ذاك في مؤتمر تم في ألمانيا ومؤتمر تم مرتين في ألمانيا ومؤتمر تم في السعودية وكان في مؤتمر كان مفترض يحصل في فرنسا لكن الكورونا طبعا هي العقدة تليمور بالمناسبة نحن ما محظوظين بالمناسبة كان دعم حي السودان لكن الكورونا ضربت اقتصاد فبالتالي أنا بتوقع أنه السلام يمكن المرحلة الانتغالية كلها السلام ده مجرد جزء من المتطلبات التي يجب فعلا تمويلها لكن التمويل بيكون ضعيف في ظل كورونا باختصار لأنني قلت دائر كلام واضح بيكون بطيء السي وبيكون أضعف مما كان متوقع أنا بتوقع كده فدي القصة لكن برضو ستيل أنا أقول لك حاجة أنه بجد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنا شهدت ذلك وشفت الوسائق أنهم هم مؤيدين جدا التحول المدني الديمقراطي في السودان وبوسائق واضحة وكلام الزعامات والغيادات الموجودة في المنطقة دي وده كلام مهم جدا جدا عندنا تعقيدات مع الدول الحول في الخليج لأنه هناك متطلبات السودان لا يمكن أن يكون في بياء بالزبط يعني عشان كده في بطئ في التمويل والتعاون وعندنا مشاكل مع سيوبيا وعندنا مشاكل مع يعني مشاكل مع البلدان الحول في مشاكل حقيقية بالأضافة لمشاكلنا الداخلية إن شاء الله كنت جوابت سؤالك ولو شكرا جزيرة لك وطبعا برضو كان من الحاجات اللي هنقول إحنا بناقش الآن في مشروع قانون مفاوضية السلام ومدورين حارب مع سيوبيا بالزبط يعني قصة ذاتة حيات ما تركب مع بعض يعني إذا كان التكلفة بتاعت السلام التحقيق السلام داخليا بتكلف لسي مليون التكلفة بتاعت الحرب الخارية بتكلف مليار أيوة بتكلف تدمير للبنية التحتية وللبلدين طبعا وحتكلف تسليح للمعارضات وحتكلف يعني مليون عن شو حاجة نحنا نتمنى هذا لا يحدث وطبعا الحرب إذا حصل طايا غدر يعني طبعا لأن الشعوب مرات بتضطر لكن نحن نتمنى إنه المشاكل تتحل سلميا نعم شكرا جزيلا لأستاذنا الحبيب محمد جمال الدين وسعيدين بك شكرا لك شكرا لأستاذة ماجدة وشكرا لأستاذ أبو بكر للجميع الحضور واتمنى كم ما ضغط على الناس شوية لا لكل المعلومات مفيدة ومهمة ونحن طبعا بالناقش المشروع للمفوضية لكن بيتكلم في السلام يعني ككل يعني بهمنا كل شكرا جزيلا طيب معنا أبو زر أبو زر عبد الله أبو زر هل إنت أبو زر جلوبال ايت هاند ولا أبو زر تاني لو أبو زر ياريت تفتح المايك تبرينا برضو الجهود بتاعت السلام للتحقيق السلام داخليا في السودان نفسه أبو زر ما عارف يا أستاذ البكر لو بتعرف منظمة جلوبال ايت هاند لكنها منظمة يعني بشتغل في في العمل الإنساني والسلام والمصالحات وكده ونزع للرقام وهي واحدة من أكبر المنظمات يعني في السودان تقريبا أبو زر أبو زر زاتك أبو زر أبو زر عليكم السلام يا دكترا نور الله يا سلام عليك زاتك أبو زر عبد الله ولا زول تاني أنا زاتي أبو زر عبد الله ليه لما أبو زر مرات بيكون في الاسم مطابق يعني لا لا أبو زر عبد الله في أبو زر عبد الله تاني بتقصده بيعين ولا أبو زر عبد الله Global Aid الواحد لا نقصدي أبو زر عبد الله Global Aid هند أريد أن أعرف أنت أسكا من منظمات مجتمع مدري واحدة من أكبر من المنظمات Global Aid في السودان وجود تعالكم في السلام وكلا رأيكم شنو في مشروع قانون مفوضية السلام وشنو الجهود ورؤيتكم كيف لقي تمويل السلام نفسه عملك السلام ممكن لو عندك شاركنا بيع يعني يعني إعادة العوضة الطوعية ممكن تكلف كم بتكون محتاج قدو شنو عشان تحصل تفضل شكرا جزيلا شكرا لإستعاد لحضور كل الناس الحرب الاتماع صراحة أنا معلش متأسف جدا جدا أنه يعني أنا دخلت المتأخر يعني كنت في كم نشان كذا انتبهت إن الزمان فات لكن كان لازم برضو لاحد يخش على لقل يسمع ولو جزئية يسيرة فيما يخص السلام ومخوضة السلام ويعني الحياة المواطنية إحنا كمجتمع مدني في الفترة الجاية بصراحة برضو كتير كذا شديد كذا أنا ما نقيت فرصة كافة إنه أنا أقرى القانون لكن عموما إحنا بدنا يعني التعاون مع مخوضة مع السلام من خلال اللي هو شغلنا وتواجدنا في الأماكن أو المناطق اللي هي كانت عرضة للنزاع لفترة طويلة في دعفور وفي كوردفان وفي النيل الأزرق واحدة من الحاجات الأقدر أقول أنه في الفترات الفاتت كل الاتفاقيات بساعة السلام كانت بيتم على المستوى إذا أجاز أنه أنا أسميه مستوى فوقي بيفصل فصل تام بين المجتمعات المتأثرة أو أصحاب الشعر ذاتهم واللي هو الصفوة إذا أجاز أنه أنا أسميه حكومة الحركات المتأثرة الكفاح المسلح يعني كل التفاصيل يتم على المستوى فوقي لكن من الحسنات اللي هو في التفاقيات الجوبة اللي هو الفترة الأخيرة دي الناس تستغطبوا يعني بيدخل اللي هو المجتمع المضرر الزور المضرر الأول الأول الأصحاب الشعنة أو أصحاب المصلحة بشكل أو بآخر يعني كان في مجموعة من اللقاءات حصلت ونحن بشكل أو بآخر برضو ساهمنا في أنه نخلك بيئة بتاعة نغاج أو حلقة بتاعة وصل بين الهولة الاتفاقية في يوبا واللي هو الوجود في أرض الميدان هنا في سوزان كمنظمة دورنا الأساسي اللي هو ألعب السلام المجتمعي السلام المجتمعي على سنة وإحنا الفئات بتاعة المجتمع المتقابعة اللي هي في الولايات المعنية بالحق بساهم في أنه نعمل شغل بتاعة الموارد الموارد ببضو لأن الموارد واحدة من الحياة الأساسية ساهمت في أنه الناس تحترق فبضو بنحاول أنه نساعد المجتمعات على أن تنظم اللي هو استخدام الموارد على سنة نقل الـ attention فدي مشهودات بتحتاج لإرادة السياسية والإرادة السياسية دي نحن أعتقد جازي منه اللي هو مفواطئة السلام يعني حتساهم فيها بشكل كبير جدا جدا بمساهمتنا احنا كمنظمة البضي بتاعة إذا كانت المفووضية تكونت بحياة تامة يعني بلما فيها يعني النظام بتاع المحاصصات القاعدة يحصل في البلد دي أسفل الشريق يعني حتساعد أننا نقدر ننجز السلام في فترة وجيزة لأن حتي الحياة تستكمل على مستوى المفاوضات في يوبا وعلى مستوى الحكومة ما يعني ماذا لأقول ما حتنجح لكن حتنجح بشكل أكبر إذا اصحابنا معنا المجتمعات أو اصحاب المصلحة في الحياة التي نفروض نعملها في المستقبل ف Global Aid اشتغلت في دادفور اشتغلت في جنوب كوردفان اشتغلت في الني الني الازرق بمشهودات ها ذاتية وبمشهودات اللي هو برضو ميزانيات مقدم من المنظرات الملتحد عبر الUNDP بالزاد في دادفور اللي هو في المشروع دعا دادفور Stability and DCPSF دادفور Community Peace and Stability Fund وده يمكن على مدار سنتين أو ثلاثة سنة لكن دايما بيكون في نكسة أو ارتداط عن الحياة الكثيرة التي نعملها لأن كما قلت نعمل برانا في الفترة الفاتتة لكن يكون مفوضية مختصة بكل الشأن اللي هو بتعلق بالسلام وماذا سيكون سيكون سين كافية أنه تدفع العملية السلمية في سودان وإن شاء الله بيكون في نتائج قريبة إن شاء الله شكرا 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 جزين يعني بتفتكر معي برضو إنه السلام أو اتفاقية السلام والمفوضية ما خاطبت جزور الأزمة ولا خاطبتها لأنه نحن عندنا ورق كثيرة مضا يعني اتفاقية بتاعت نيفاشا اتفاقية بتاعت الدوحة اتفاقية بتاعت أبوهج خمسمية ألف اتفاقية والانشقاقات والانسلاقات بتاعت حتى الحركات المسلحة السياد السيدي حاليا سمعنا إنه في عدد من الانشقاقات لأنه في قادة ممكن يكونوا في الرتبة الوسيطة حسين إنهم والله أخي مالك المقاعد بتاعت يس أنا يمكن عشان بتل الكلام ده بطريقة أو بأخر إنه معظم مش معظم يعني أقوش إذا ما كل الاتفاقية بتاعت السلام الحصد في الفترات الفاتذ إذا كان اللي هو على مستوى الحكومة والمعارضة على مستوى الحكومة والحركات المسلحة على مستوى المجتمعات المختلفة اللي هي التركيبات الإثنية والقبرية المختلفة كلها ما كانت بتستصحب معها اللي هو حل بيزور المشكلة كانوا بتنعب الحاجات بشكل آني اللي هو التفاعلات الحصة في اللحظة الناس بتوعد تتفق الحبر البيكتروبية والاتفاقيات اللي ما بجيف بتتفتح بغرة في حتة تانية بتتفتح عقدة في حتة تانية فكانت إشكالية الأساسية مفصلة من اللي هو من جزور المشكلة مع يعني ما يتمكننا في لحظة أو بفتر من الفترات إنه نقدر نعمل لأنه كانت الحاجة الأساسية اللي هم مفروض نضرب عليها كل الاتفاقات بتاعتنا مفروض نحن نحلل النزاع بتاعنا بشكل كافي وشكل مفصل على سينه ده بيدينا رؤية واضحة للحلول الحلول كلها اللي باعدين ندعمل معها بندعمل معها حلول تخمينية يعني بنفترض مشكلة وبنعالية معي إنه الحياة كلها كان بالإمكان إنها تكون بشكل أفضل إذا يتمكننا إنه نحن نقدر نحل الصراع الحاصل في السودان بشكل مجرد على سينه يدينا بعد ذاك يغلنا اللي هو الأبجيكت اللي إحنا بيخلينا نقدر نعمل أدريس بتاعت في السودان ودي الحاجة الأساسية المفجودة في كل الاتفاقيات الفائدة شكرا شكرا جزيلا لك أنا طبعا برضو فيه لقطة دار ضيف لها اللي هي الكمبيتنسي بتاعت الأطراف المفاوضة لعمل السلام نفسها أنا شخصيا أنا أفتكر أنه يعني مثلا محمد حمدان دقلو واللي وحي ما أفتكر أنه يعني زول المفترض يواقع له واتفاقي بتاع السلام لأنه طرف مدهم يعني في أحداث مثلا دارفور اللي هي 2003-2004 ولسه دي ما تفتحت فيها يعني التحقيقات من قبل لحفة الجنات الدولية وأعتقد أنه مثلا أحمد كوشيب ولا عمر البشير وعبد الرحيم وأحمد هارول لما لو مشوا لازم يجيبوه بطريقة ما وكذلك موسى هلال وغيره فأعتقد أنه هي بتاعتنا هشة ومرتبطة ضمانته هي أفراد وليس مؤسسات بكل أسر يعني زي ما نشوفنا في مشروع القانون بتاع المفوضية أنه والله مجلس السيادة هو البدي ومجلس السيادة هو اللي بيستلمى التقارير وكله وذي كلها تقارات أعتقد أنها يفترض أنها سراجعة بصورة جدية لو كان فعلا دائرين ليس فقط مشروع القوانين ولا قوانين ولا اتفاقيات إنما دائرين فعلا سلام حقيقي يحصل في عرض الله ناخذنا ساعتين ساعتين من النقاش في مشروع القانون المفوضية سعيدين جدا بكل الزمل والزميلات الشاركو طبعا دماء آخر نغاش دي كانت أول تجربة لنا في الاستيابة لدعوة من وزارة العدد في أنه ندي يعني ملاحظات وتلميحات فيما يخص مشروع قانون فإحنا إن شاء الله هنكون متابعين دائما لو في أي حاجة ممكن نساهم فيها كسودانيين مواطنين سودانيين كمجموعة الباحثين سودانيين على أساس أنه الوطن لنا كلنا وبهمنا السلام والفرية والأدالة والمحبة والإيقاء على أساس أنه نمشي إلى الأمام فنشكركم جزيلا أستاذ أبو بكر أبو البشر ونشكر أستاذ أماجدا نشكر أستاذ محمد جمال الدين دكتور محمد عيد وأبو زر عبد الله وأستاذ أبو زر عبد الله وكل الناس الشاركت معاز برضو على آمل أن نشارل لتغيكم في جلسة جاية نتيكم الصحة والعافية وكالتخيركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا